موسيقى موسيقى هل سيواصل البرلمان عقد جلساته ليسعيد دوره التشريعي والرقبي فعليا؟ ما الذي ستضيفه عودة المجلس هذا على مسوى معركة السعادة الدولة؟ وكيف سيتعامل مع الملفات العاجلة والثقيلة؟ موسيقى أهلا بكم بعد تعثره لسنوات تنتظر مجلس النواب ملفات كثيرة ومعقدة للسعادة دوره التشريعي في بلد عاش ولا يزال حربا مدمرة وانقلابا سياسيا على السلطة وأطماعا إقليمية ودولية لمواقعه الاستراتيجية وأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم كيف سيتعامل ممثل الشعب مع هذه الملفات الثقيلة إذن؟ حول هذا الحدث يتأرجح اليمنيون بين الآمال والمخاوف آمال بالسعادة المؤسسة التشريعية وتفعيل الدور الرقابي على باقي المؤسسات والمخاوف من لعب دور المشرع للأطماع الخارجية ومشاريع تقسيم البلاد فما الذي ينتظر الشعب من هذه الجلسات؟ بعد غياب تجاوز أربع سنوات عاد البرلمان للإعقاد مرة أخرى هذه المرة خارج مقره في العصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي منذ سبتمبر 2014 الطريق إلى سيئون كان طويلا ومليئا بالمشاقي والخلافات محملا بالانقسام وتركة الماضي الذي جاء منه المجلس بكل تناقضاته وإخفاقاته الممتدة لأكثر من 16 عاما 140 برلمانيا عادوا من بلدان شتى إلى حضر موت بعد أن ضاقت في وجوههم صنعاء وبعدها عدن التي أعلن المجلس الانتقالي المدعوم للإمارات ممانعته لانعقاد جلسة البرلمان فيها انقسم البرلمان مثل كل شيء في اليمن يقبل الانقسام ويتحول لأدات بإمكانها العمل وفك مقتضيات الانحياز وخوض المعارك الفراغية بعيدا عن المهام الأساسية التي خلقت لأجلها لم تشهد منصة الرئاسة في البرلمان تغيرا كبيرا فقد احتفظ المؤتمر بالرئاسة وتقاسم البقية حصصهم في نواب الرئيس في تكريس واضح لمبدأ المحاصصة الذي لم تسلم اليمن من نتائجه منذ خطط فيه لم يحصل الكثير في لقاء سيئون بعد ويخشى مراقبون عدم حدوث أي تغير في الأداء داخل مؤسسات الشرعية جراء الانقسام الذي تعاني منه النخب السياسية وسباقها في تقديم التنازلات للخارج مع الحرص على التصلب في مواجهة الداخل سؤال السيادة أول الأسئلة المؤجلة وهو ما يثير الجدل حول أسباب اختيار المكان والزمان ومغزى وصول القوات السعودية إلى قلب وادي حضر موت وهو وصول في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب كما يرى مراقبون الأولويات في سلم البرلمان أكثر من أن يتم ترتيبها في اجتماع لمدة ثلاثة أيام ويبدو أن طول الغياب وعدم وجود إدارة للبرلمان عوامل أسهمت في حدث جملة من الأخطاء في أداء المؤسسة الشرعية فقبل مناقشة موازنة الحكومة وإقرارها كان يفترض منح الحكومة وبرنامجها الثقة وقبل ذلك أن يضغط من أجل إحداث تعديل حكومي يضمن وجود حكومة فاعلة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ملفات ثقيلة ومتراكمة على رأسها ملف استكمال التحرير والملف الاقتصادي وإعادة الإعمار وقبل هذا وذاك الحالة الحرجة في وضع المعيش والخدمات الضرورية عوامل أسهمت في حدث جملة من الأخطاء في أداء المؤسسة التشريعية نهيك عن الملفات التي تتعلق بدوره الرقابي على أداء الحكومة ومحاسبتها وتطبيع الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وتفعيل مؤسسات الدولة أجدد الترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم إلينا من سيئون عبر الأقمار الصناعية البرلمانية علي عبد الرب والقاضي أهلا بك سيد القاضي معنا حياك الله يا مرحبا حياكم الله أهلا وسلم بكم إذن سيد القاضي بداية كيف كانت جلسات البرلمان؟ كيف كان اليوم الثاني أيضا من هذه الدورة غير الاعتيادية للبرلمان في سيئون؟ أنت سئلت عن اليوم الثاني يعني ما سئلتش عن اليوم الأول اليوم الأول يعني كما سمعته يعني معناه تم الانتخاب يعني بطريقة دموقراطية وقت يعني معناه بنصاب يعني معناه مكتمل واليوم معناه قدمت الحكومة برنامجها السياسي برنامج الحكومة وتم يعني معناه قراءة البرنامج ومناقشته وشكلت لجنة معناه دراسة البرنامج الحكومة ولازالت الآن لجنة معناه تناقشها وغدا يعني معناه سيكتمل النقاش وتقدم الحكومة يعني معناه بيان تفصيلي حول الأجوبة على ما قدم إليها من عظام مجلس النواب بالنسبة للإنعقادة معناه المجلس النواب يعني كان يعتبر بالنسبة لها إيجابي وأنا سمعت من خلال التعليق زميلك اللي قبلك إن فيه تساءل إن قد يكون مشرع يعني معناه الأطماع الدولية وهذا بعيد كل البعد أن يكون مجلس النواب يعني معناه مشرع لأطماع الدولية أو لتقسيم البلاد يعني غياب المجلس أربع سنوات يعني مضت ودولة تعمل يعني معناه بدون رقيبة وحسيب يعني كان خطأ كبير ويتساءل المواطن أين دور مجلس النواب صحيح في الحمد لله نعقد يعني معناه نعقد مجلس النواب واختار يعني معناه هيئة الرئاسة وسيبدأ معناه تفعيل دورها الرقابي بدرجة أساسية ومساندة معناه الدولة لما يكون فيها المصلحة العامة لهذا الوطن لأن قضيت يعني غياب الحسيب والرقيب يعني على الدولة وعلى يعني مأسسات الحكومة وما يمارس فيها من إخطاء يعني المواطن يتساءل أن دور مجلس النواب ربنا خلق حسيب والرقيب وسند يعني معناه ما يكتشم من الإخطاء إلى ولي الأمر وما أخفي على يعني على الإنسان يعني عقابه على الله فدور مجلس النواب سيكون دور يعني فاعل في المرحلة القادمة ونتمنى معناه أن يكون دور يعني معناه يأتي يعود بمردود إيجابي على البلد هذا جميل طيب هل أفهم من كلامك؟ بعد ما مسه الضر يعني معناه أربع سنوات مضت عجاف نعم هل أفهم من كلامك سيد القاضي أن حصلتم على ضمانات باستمرار أعمال المجلس بدوراته الاعتيادية هل حصلتم على مثل هكذا ضمانات من رئيس الجمهورية الذي حضر في اليوم الأول وكذلك كان نائب رئيس الجمهورية موجود أو من رئيس الوزراء الذي كان هناك نقاش معه خلال اليوم هذا ما تقصد بالضمانات من نطلب من من الضمانات مجلس النواب نطلب الضمانات يعني من من يعني الآن الحديث كان عن أربع سنوات لم يعقد البرلمان أي جلسة أو ربما أكثر من أربع سنوات إذن الآن هل ستستمر الأعمال بخلاف هذه الأيام الثلاثة الآن ناتج يعني معناه عن ظروف معروفة يعني معناه معروفة عند العالم كله وليس ما عند اليمنيين إذا كنت لنت أجهل معناه أسباب غياب يعني دور مجلس النواب يعني في الفترة يعني ظروف حرب مفهوم هذه الأسباب لذلك أسألك سيد القاضي لذلك أسألك سيد القاضي هل هناك ما يطمئن النواب بأن الجلسات ستستمر أن انعقاد المجلس سيستمر في دوراته الاعتيادية إن شاء الله سيستمر يعني ودوره سيكون دور فاعل في المرحلة القادمة يعني دوره الرقابي ودوره التشريعي ولن يكون كما يتصور معناه الآخرين يعني إذا كان يتصور ناس تكون عندهم هواجس إنه سيكون مشرعي معناه لما يضر بهذا البلد أو بسيادة يعني معناه بسيادتها الوطنية أو بوحدتها معناه بعيد كل البعد هذا ولا يخطر على بال ولا يقبلها عقل ولا ناتي من أجل ذلك طيب في هذا السياق سيد القاضي ما هي أبرز الملفات التي طرحت خلال الأمس وخلال اليوم أيضا يا أخي أنتوا سمعتو خطاب الرئيس يعني معناه ما قدمها الرئيس يعني Max في النقاط الذي طرحها الرئيس والملفات يعني معناه متعدسة يبدأ معناه بدوره التشريعي بدوره الرقابي بدرجة أساسية أولا دوره الرقابي تشكيل اللجان يعني معناه المتخصصة معنى كله يجب في بارس مهمتها يعني في نفس الاتجاه المحدد له هذا هو الدور يعني معناه الدور الرقابي والدور الرقابي دور شاق يعني بعد أربع سنوات يعني غياب الرقابة أربع سنوات وكل واحد يعمل كما يشاء يعني بالنسبة للسلطات التنفيذية سواء يعني في كل المؤسسات الموجودة في المناطق المحررة تحت نفوذ الشرعية طيب سيد القضي الآن في سياق الحديث على أربع سنوات من الغياب طيب الآن إذن هناك ملفات كثيرة ما هي أبرز أولويات أولوياتك أنت كنائب في البرلمان لنقاش الحكومة أو للبدء فيها كرقابة على أداء السلطة التنفيذية أنا يعني رأيي معنى كبرلماني وهذا معنى مبدأ عند كل الأخوة الزملاء العضاء هو الدور الرقابي معنى الآن سنفعل الدور الرقابي لما نتلمسه من بور الفساد الذي تكونت خلال الأربع السنوات الماضية أين هي هذه؟ في كل المؤسسات وبالذات يعني معنى في الجيش في العامل يعني في كل مؤسسات الدولة يعني سننتبعها معنى مؤسسة مؤسسة وإن شاء الله معنى أن يلتمس الإيجابيات الشعب اليمني الذي يعتبر كله مراقب وكله يعني ينتظر منه معنى قضايا متعدده وأهمها معنى تصحيح البساد طيب هل يبدأ ذلك؟ يعني بدأ اليوم يمكن اعتبار أن الجلسة التي كانت بوجود رئيس الوزراء وعني إعطائه لمحة عن الموازنة وكذلك الحديث على تفصيل فيها وأعضاء برلمان سيجلسون معهم يعني سيكون هناك اللجنة المالية الخاصة بذلك هل هذه بداية هذه الأعمال الرقابية؟ طيب هي البداية يعني معنى البداية المعتادة عندما تقدم الحكومة يعني معنى بيانها يعني تحالى للجنة المالية وهمها القضايا المالية يعني يتراجعها وتشارك فيها الحكومة يشارك فيها نائب رئيس الوزراء يشارك فيها مزير المالية يعني لنقاشها وهذا ما هو معتاد في البرلمانات العربية والأجنبية طيب ماذا عن ملف في السعادة الدولة ودحر الإنقلابيين وعودة الشرعية هذه كانت نقطة بارزة في سياق الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول وفي سياق كلمة رئيس البرلمان أيضا هو دور مجلس النبوة ما هو دور عسكري يعني دوره دور رقابي وتشريعي إنما سيكون سند للدولة يعني سند للدولة في مصلحة الشعب وتمنى أن يكون لنا دور يعني معنا في تحقيق السلام والوآن في ما بين الأخوة في الشعب اليمني أتمنى هذا أن يكون لنا دور إيجابي وأن تركنا فرصة أن نبحث عن سلام يصيغى اليمنيين يعني بأنفسهم دون يعني معنا تدخل من أي جهة كانت كيف يمكن أن يعني يسند البرلمان الحكومة والشرعية بشكل عام في هذا السياق يسندها معنا من خلال يعني معنا مساندته للمحاسبة يعني المقصرين في الأداء إيش ما كانوا سواء في المجال المدني أو المجال العسكري في كل المجالات هذا هو أسند الحكومة أن يكون معنا دور فاعل وهذا يعتبر معنا الموقف الإيجابي الذي يعزز موقف الحكومة طيب أنتم كبرلمان بشكل عام هل هناك يعني لدى البرلمانيين رؤية حول المرحلة القادمة وكيف سيتم التعامل فيها مع الحكومة وما شابه؟ نحن في بداية الطريق الآن نحن لنا اليوم يعني يومين أمس معنا الانتخابات والكلمات التي سمعتوها من رئيس البرلمان ومن الرئيس واليوم معنا بيان الحكومة ومناقشتها فأحنا في بداية الطريق لكن أكيد كانت هناك مناقشات قبل ذلك سيد القاضي ألم تكن هناك مناقشات قبل انعقاد هذه الدورة غير الاعتيادية يعني في نهاية المطاف كان هناك أنباء تتحدث على اتفاق حول رئاسة المجلس وهيئة رئاسة المجلس بشكل عام قبل انعقاد الجلسة إذن هناك ما يبدو أنه أجندة أو رؤية على الأقل لدى الأعضاء فيما سيحدث في المستقبل هذا يعني معناه كان فيه تشاور ما بين الأخوة رؤساء الكتل أنا ما كنتش موجود يعني في يعني كان بينهم تشاور معناه في الخارج يعني في السعودية يعني هذا معناه ما هوش باطل يعني هذا ما له في يعني التشاور حول هيئة الرئاسة من يكون الرئيس يعني كلام ما هوش ما هوش باطل ولا هو مفهوم يعني كلام مطلوب لكن في الأخير هو عادل الانتخابات يعني بالنسبة لما حدث أمس هذا مفهوم يعني قضيت أنه معناه وضع برنامج بالنسبة للمستقبل المجلس سيصيغ الأولويات الذي سيفعل يعني معنا لجانه المتابعة التان متى يعني في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله طيب في سياق من عقاد المجلس معنا نعم من عقاد المجلس يعني بذاته يعني يعتبر موقف إيجابي يعني غياب يعني مجلس النواب بدورها أربع سنوات مضت والشعب يتسال يعني ولا زالت شرعيتها قائمة وكنت أتمنى أنا بالصفتي مستقل لأننا نستطيع أن يكون لنا دور معنا دور فاعل يعني من خلال الزملاء سواء الذي حضروا الاجتماع أمس والذي غابوا عنه أن تتوحد يعني صفوفنا والنصيغ رأى يعني تخرجنا إلى بر الأمان من الأزمة والتمزق الذي عيش الشعب اليمني وقد تحدث عن مسألة من حضر ومن لم يحضر سيد القاضي هناك حوالي 140 عضو حضر بهذا الرقم تقريبا النصاب 133 141 نعم 141 138 وثلاثة يعني صوتهم من الخارجي نعم إذن يعني في هذا السياق كيف وجد يعني كيف كانت أرضية اليومين الأولين بالنسبة لتجهيزات الإنعقاد البرلمان كيف كان رضاكم على المستوى الوضع الأمني هناك هل لازلت لديكم مخاوف لأن هناك من قبل كان يعني يقول كثير من أعضاء البرلمان أنه عندما يعود الرئيس إلى الأراضي المحررة يعني من الممكن أن ينعقد البرلمان كان هذا التخوف موجود لدى كثير من الأعضاء هل لازلت هذه التخوفات موجودة يعني بالنسبة لنا الأعضاء يعني كلها معنى حساباتها أنا شخصيا ما فيش عندي أي خوف يعني يعني معنى في الجانب الأمني لأننا يمني وفي أرض يمنية لكن قد يتخوف يعني الآخرين من خلال معنى الطائرات المسيرة وخيار صواريخ لكن لن أنتمس شيء الجانب الأمني معنى يعني ممتاز ولا نحس يعني بأي قلق يعني في الاجتماع جيد طيب في سياق الحديث عن التكتل الذي تم إشهره في سيئون بالأمس تكتل السياسي يعني صحيح أنت حضرتك مستقل لكن في نهاية المطاف انتعاش العملية السياسية سيؤثر على اليمنين بأجمعهم هل ترى أن هذا التكتل وإشهره سيكون مساند برأيك؟ إلى أي مدى؟ أنا أعتبر ما يوحد اليمنيين إيجابي وهذا يعتبر موقف إيجابي بالنسبة لوحدة القواء السياسية يعني من المناكفة والعمل المضاد يعني أعتبره موقف إيجابي ومن إيجابية اجتماع مجلس النواب منعقاد مجلس النواب وهذا سبق اليمنيين معنى أن أوجدوا تكتلات يعني معنا في الماضي بعد حرب أربعة وتسعين وعملوا معنا تكتل بالنسبة للقواء السياسية يعني أو تكتل إن كانت موجودة والآن أعتبر هذا أنه من إيجابية إيجابي المجلس وأنا أرى بالنسبة للثقة أنها موجودة بين الأخوة الزملاء والأعضاء وحزابهم الذي يمثلوها منها بدأت يعني توجد الثقة وتعزز يعني فيما بينهم وهذا يعتبر معنا إيجابي ونعلق أمل عليه ونتمنى أن تتوحد صفوف اليمنيين يعني جميعا وأن تطفى الفتنة على مستوى الوطن طيفي يعني قبل قليل سيد القضي تحدثت أنت على نقطة مهمة وهي مسألة أن البرلمانيين في نهاية المطاف يعني لا يمكنهم أو ليس بيدهم الأمر العسكري بشكل مباشر وإن كانوا سيكونون سندا للحكومة والشرعية بهذا السياق لكن مسألة الأداء الأمني والعسكري وإطمئنان المواطنين في المناطق المحررة هو أمر مؤرق لكل من انتخبكم في يوم من الأيام ما الذي ترسله للمواطنين في هذا السياق الآن؟ يعني معنا مجلس النواب سيبدأ معنا محاسبة المقصرين وتوحيد بالنسبة لقواة الأمنية وأدائها ومحاسبة المقصرين يعني وهذا يعتبر أكبر تعزيز لإداء الحكومة يعني في حالة أننا معنا نتبع المقصرين في أدائهم الوظيفي في كل المجالات العسكرية والأمنية والإدارية ما هو الموقف إذن؟ ما هو موقف البرلمانيين من الكيانات الانفصالية؟ الميليشيات المسلحة ووجود دعم خارجي لها في كثير من المحافظات؟ يعني من الميليشيات المسلحة؟ أي ميليشيات يعني؟ نعم الميليشيات المسلحة الموجودة على أراضي اليمنية سواء في منطقة يا أخي بالنسبة للميليشيات الحروب في أي بلد الحروب في أي بلد توجد يعني الحروب في أي بلد يعني معناه تتفرخ الميليشيات وتفرخ أمر الحرب يعني في أي إطار من يعني من نتائج الحروب والتمزق الذي تعاني منها الشعوب فحنا نتمنى عندما يتم الاتفاق هذه الميليشيات يعني ستختفي وفق المخرجات الحوار الذي يتمنع معنا أي كيانات خارج الإطار الرسمي أنها بالنسبة للجيش والأمن يعني كلها ستنصير فيها ويتكون جيش وطني واللي يريد أن يخرج عنها يعتبر عدول الشعب يعني في خلال ثلاث أو سنوات الماضية كان الحديث عن هذا الملف كبيراً فيما يتعلق بدمج هذه التشكيلات بالقوات المسلحة الرسمية لكن إلى الآن هناك كيانات ميليشيات مسلحة وبتحديد يعني في المحافظات الجنوبية تدعم مثلاً الحزام الأمني بعض النخب أيضاً هذا شيء ما ننكره هذا شيء ما ننكره يعني معناه الآن فيه معناه ميليشيات متعددة معناه فيه يعني غير موحدة لكن بالنسبة للإشراف يعني تشرف عليها يعني معناه جهات ما يشمخ يعني ما تخفاش على الشعب لكن آملين أن تتوحد كلها تحت قيادة موحدة يعني معناه وهي وزارة الدفاع في المستقبل وزارة الداخلية هذا ما نتمنى طيب في سياق أن هناك دعم خارج إلىها في سياق أن هناك دعم خارج إلىها وأن هذا الدعم لا يصلها بشكل مباشر عبر وزارة الدفاع يعني ليس هناك ارتباط عبر وزارة الدفاع فيما يتعلق بتسلمهم للرواتب مثلاً إذن هناك مشكلة ولا نتحدث تحديداً الآن في هذه النقطة عن دعم مثلاً النخب أو الحزام الأمني من دولة مثل الإمارات مثلاً ما هو موقف البرلمانيين البرلمان ما هو موقفك أنت من هذه النقاط والله أنا بالنسبة لي شخصياً غير راضي عن ما يمارس وهو يعتبر العمل الانفرادي والتغريد كل سربي يغرد الحالة أعتبر أنه حرث في البحر وفي الأخير معناه سيكون النتيجة غير إيجابية فالذي يعمل يعني ضمن المجموع ويقبل بالآخر هو أفضل طريق يسلك طيب هذا عنك هل هناك تحرك في البرلمان وهذا السؤال ممكن يعني معنا سأسمع وهذا السؤال ممكن الرد يعني أو الجواب يكون عند الأخوة يعني قيادة التحالف والحكومة لكن أنتم ممثلون لشعب ونحن دورنا قادم في التساؤل في هذا الاتجاه يعني أنتم ممثلون لشعب في نهاية المطاف الناس يعلمون موقف مثلا السعودية عبر المنصات التابعة لكن الناس يترقبون البرلمان يترقبون ممثليهم في مجلس النواب ليحددوا موقفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المحافظات المحررة من قبل هذه القوات مسألة التمويل المباشر لهذه القوات ما هو موقف البرلمان من هذه النقطة؟ هل هناك تحرك بهذا الخصوص؟ دورنا قادم يا أخي هذا ما ممكن شنه يا أخي ما ممكن شنه نحن يعني معنا نحدد مواقفنا كلها في ثمان واربعين ساعة ما هو دورنا القادم يعني معنا سنناقش يعني ما في ضرر على البلد ونقول كلمتنا ويسمعها الشعب ويسمعها غير الشعب طيب على الأقل ما هي التحركات بهذا الخصوص؟ هل هناك رؤية؟ أنا سألتك قبل قليل هل هناك رؤية بهذا الخصوص؟ لم تعطني جوابا تقول أن البرلمان سيمارس دورا رقابيا أنا أعلم أن البرلمان هذه وظيفته ولهذا السعيد لكن ما هي الخطوات العملية التي ستحدث بهذا السياق؟ الناس ينتظرون إجابات منكم أخي أنت يعني تظن أننا معنا جاهزين بالإجابات وأننا عقدنا اجتماعنا على أشياء هذه حصيلة حاصلة موجودة نحن سنصيغ معنا الرؤى وما نرى فيه مصلحة للشعب في جلساتنا القادمة وما هي أولويات الدورة التي ممكن أن نحن نمارسها الآن؟ هل يمكن مثلا أن يطلب هل يعني يمكن للبرلمان مثلا أن يطلب في هذا السياق أن يطلب من الرئيس عبد الرب منصور هذه مثلا إعفاء أو طلب من دولة من الدول مثلا خروجها من التحالف؟ مثلا هل هذا الأمر مطروح؟ هذا الجواب يعني معناه ممكن توجهه للأخير الرئيس أما نحن يعني معناه كبرلمانيجين هل ستطبقون من الرئيس هذا ذلك؟ هذا يحتاج إلى معناه رد جماعي عندما يسمع مجلس النواب ويناقش يعني ما فيه ضرر على البلد يعني ممكن يجواب لك على السؤال أنت أنا أولا غيري أما قريت أننا سنتسكت على ضرر يمس بالبلد هذا معناه أعتقد إلى هنا وكفى يعني سنمارس دورنا القادم إن شاء الله أن يكون دور إيجابي ودور ملموس يعود بالمصلحة العامة لشعبنا ولجيراننا يعني معناه بصورة عامة لنا ولهم أشكرك إذن البرلماني علي عبد الرب والقاضي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من سيؤون شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام مرحب الآن بمن ينضم نعم سيد القاضي أبعد الشكوك يعني أي واحد يفكر أننا سنكون أداه طيئة لشيء يضر بلدنا لا والله لا يمكن نقبلها أطلاقا ولا أن نلمسه ولا أن نسمعه لو تعيد سيد القاضي لأن الصوت انقطع لو تعيد ما تفضلت في قوله والناس الذي تكون عندهم هواجس لأن نحن ممكن أن نكون أداه طيئة لما يضر بالبلد أو السياسة أو بسياسة أو بسياسة أو بسياسة أو بسياسة أو بسياسة أو بسياسة وطن هذا بعيد كل البعد والله لن يقبله ولن يقبله أي زميل من الزملاء ولن نمسه من أي طرف لا رسمي ولا مساند في هذه النقطة سيد القاضي أنا مضطر إلى أن أسألك إذا ما رأيك بشكر رئيس البرلمان في الجلسة الافتتاحية حول دور التحالف تحديدا الإمارات بهذا السياق يا أخي بالنسبة لدور التحالف يعني دور ما يحتاج شيئا أننا نجوب عليه دور ما يقوله معروف دور ما الموس رئيس البرلمان لأنه شكر الإمارات في جلسة الافتتاحية يعني بالنسبة للأخوان في الإمارات لهم رؤاهم ولهم معنى إيجابيات ولهم سلبيات يعني معنى ساتناقش في المرحلة القادمة شكرا لك إذن سيد علي عبد الرب والقاضي كنت معنا من سيئون إذن مشاهدين الكرام مرحبوا الآن بمن ينضم إلينا عبر السكايب المحلل السياسي أستاذ إبراهيم القاطبي أهلا بك سيد إبراهيم أهلا وسهلا حياكم الله إذن سيد إبراهيم ملفات كثيرة مطروحة أمام مجلس النواب ملفات عاجلة ثقيلة بدأها البرلمان ربما بالسعراض الموازنة وحديث رئيس الحكومة فيما يتعلق بالتقرير المالي كيف وجدت إنعقاد المجلس بهذا الشكل بشكل عام دعنا بداية أنا في اعتقادي أن أولا الجلسة كانت مهمة جدا كون بكسن هو بجزء من الشرعية وإيضا سلطة ربما بالحكومة ودعها وهذا مبثل للشعر هذا نعتقد أنه جزء إيجابي لكن السؤال يظل إلى متى سيظل مجلس النواب منعقداً في سيئة هل ستكون سيئون العاصمة المؤقتة للمجلس النواب لدى المجلس النواب رؤية واستراتيجية لفرحة القادمة؟ مجلس النواب لم ينعقل منذ بدأ الحرب مع مليشيات الإخلابية بذلك أنا في اعتقادي مجلس النواب قبل أربع سنوات يختلف مجلس النواب بعد أربع سنوات من الحرب ويجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة تتعامل مع الحرب وأدواته وما يجري للشعب اليمني من مجاعة وحصار قد تم إنشاءها من قبل هذا التحالف نحن في وضع مختلف تماماً وليس المسألة هي مسألة فقط الموازنة العامة وأنا في اعتقاد هذا الجيوس بسيط من العمل في المرحلة القادمة نحن أمام أولاً ما هي أولويات هذا المجلس بحسبة الحكومة عن الفساد والمحسوبية؟ ما هي أولويات المجلس؟ يعني ما يقوم به التحالف العربي بدعم وإنشاء مليشيات وسجون على أراضي المحافظات الجنوبية ما هي أولويات المجلس من الجزر التي قد تم السيطرة عليها من قبل الإمارات والسعودية كأحد الأمثلة هي جزيرة سخطرة ما هي أوليوات المجلس من خلال القواعد التي تنشأ الآن هنا وهناك في كل الجزر وفي البهرة وفي مناطق مختلفة يعني نحن أمام يعني وضع حقيقة يجب أن يكون مجلس النواب إما مع الشعب أو فقط مجلس ديكوري ما يتقوم به قوة التحالف العربي في المناطق الجنوبية يعني هناك امتحان حقيقي لهذا المجلس إما أن يكون أداة ديكورية أو أن يقف مع الشعب والوقوف مع الشعب هو مسألة صعبة لهذا المجلس كوننا لا نعرف أولاً هل المجلس منطقة أو في مدينة كما تعرف مدينة السيئون هل هي منطقة تحت حماية السعودية الإماراتية أم تحت حماية الجيش اليمن هذا منطقة يعني شيء يجب أن يفهم ويدرس من قبل الجميع شيء ثاني نحن نتكلم عن العاصمة المؤقتة لأنها كانت من المفروض أن تكون هي عاصمة الجمهورية اليمنية عفضت عدم منعوا إقامة الجلسة مجلس النواب هناك السؤال هنا من الذي منعهم كيف نسكر تحالفاً يعني لم يسمح للمجلس هذا أن يعقد يعني جلساتي على أراضيه كيف نسمح لدولة مثل الأمارة العربية المتحدة كأن تنجح مجلسيات لا تسمح لأهم سلطات الدولة أن تقوم يعني بأعمالها على أراضيها هذا أعمال خطيرة وهذا أعمال يجب على مجلس النواب إما أن يوضح موقفة تاريخي محو شعبه يعني مع الشعب اليمني ضد الإنقلاب الحوثي وضد الاحتلال السعودي الإماراتي أما أنه فقط مجرد ديكور كما يجي في الشرعية التي هي أصل طفاً طيب هذا السياق لذلك يجب أن يكون نعم تفضلي أنا أعتقد أنه يكون يجب أن يكون لشعب كلماته هنا طيب هذا السياق سياق الحديث عن مسألة مثلاً الاتفاق على تعيين هيئة رئاسة المجلس كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية في البرلمان وكان هناك تأييد أو قول من أحد أعضاء البرلمان أن هذه المسألة مقبولة ويحق للكتل السياسية أن تتفق فيما بينها برأيك هل ما جرى خلال الأيام الماضية يفيد مصالح الكتل السياسية أو مصالح النافذين في هذه الكتل أم أنه في صالح الشعب اليمني وصالح الناخبين وصالح من انتخبوا أعضاء المجلس في يوم من الأيام نحن أصلاً في وضع استثنائي ووضع حرب ويدرك الجميع كلنا أننا نعمل بالدستور معطل والمبادرة الخليجية ونحن الآن هناك يوجد تحالف وحرب من حق الكتل البرلمانية أن تتشاور لما فيه يعني يجب الإشارة لأن الدستور غير معطل وإن كان الحديث عن المبادرة الخليجية هي موجودة فيما لا تعارض مع الدستور في نهاية المطاف لا لا هناك تعارض مع الدستور يعني هناك معارضة طبعاً هناك يعني الدستور ليس قائماً بالشكل الذي نتحدث عنه الدستور لأنه لا يمكن لمجلس النواب يعني يصر أي قراراً أو تشريعاً إلا بالموافقة بين أعضائه والرئاسة ولذلك نحن في وضع استثنائي يعني الدستور بشكل أنه معطل فعلياً على الأرض يعني هو معطل بكل معنى الكلمة من ناحية البوادة الخليجية من ناحية الأرض من ناحية أن هناك أعضاء مغيبين من ناحية أنه في منطقة مختلفة في ليس في عاصمة الدولة ولكن كثير من الأشياء لكن هذا ليس تنظل المهمة والأساسية لنا من حق مجلس النواب أن يتفاوض ومن حق الكتل البرنقانية أن تختار الرجل المناسب في المكان المناسب لمصلحة الشعب لكن نحن نعرف تماماً أن هذا المجلس يعني قديم جداً وعاجز عن أي عمل لكن الآن الشعب أمام خيارات صعبة إما أن يقبل بمجلسيات وتفتيت وإما أن يقبل بمجلس شبه شرعي نستطيع بخلاله العبور إلى مرحلة جديدة وإلى مرحلة انتقالية إن حافظ البرنقانيين على استقاليتهم كسلطة تشريعية تراكب الحكومة وتحافظ على سيادة البلد وترفض كل ما يمس بالسيادة وأمن واستقرار البلد إذا كان هذا هو المجل أما إذا كان هو فقط يعني كما ذكرت سابقاً ذيكوراً صورياً فقط لتنفيذ العجريات القارجية وأصبحت واضح ما يجري بالجنود أصبح واضح هو ما يجري حتى في الشمال يعني الحوثيون لم يقوات التحالفة لا تواجه الحوثيون في أي جبهة الحوثيون مسيطرين على عراضي شمالية المناطق الشمالية ولا يجريهم أي حرب وهذا التحالف الآن أصبح السؤال هو ما أهمية وجوده هذا حقاً يحارف وهو بنفس الوقت يقوض الحكومة يقول أنه أتى من حقاً استعادتها ما هي يعني لكن برايك لو لا يعني في هذا السياق وأمام التهديدات الأمنية سيد القاطبي هل كان يمكن أن يعقل جلسة البرلمان بدون حماية التحالف بشكل أو بآخر يجب أن نفرق هنا أن نحن التحالف يكون معه تنسيق لكن آخر اليوم نحن دولة نحن وطن نحن دولة مستقلة نحن نسمى الجمهورية اليمنية لا نسمى للإمارات ولا المملكة العربية السعودية إذا كان لابد من تحالف يجب أن يكون له حدود ويجب أن يكون له خطوط ويجب أن لا تمارس أي شيء تنتهك السيادة اليمنية وتقوض الحكومة الشرعية غير ذلك لا يجب أن يقبل حتى ولو كان من جارا مثل المملكة العربية يجب أن نكون واضحين إما أن نحن نعمل لصالح الشعب اليمن والسيادة واحترام أراضيه أو أن نعمل للجهة الخارجية كالتحالف أو الإيران هذا يجب أن تكون واضحا لكل الناس ويجب أن يكون واضحا للشعب اليمن ربما كانت هناك رسال بهذا الخصوص من السيد القاضي قبل قليل فيما يتعلق بالدور الذي سيقوم به هو زملائه في سياق أي عملية شرعنة أو في سياق أي ما ينتهك السيادة لكن أسألك الآن دعني أسألك عن محور آخر في سياق ما يتعلق بالترحيب بإنعقاد هذه الجلسة كان هناك ترحيب من قبل أمين عن مجلس التعاون الخليجي الزياني وكذلك ترحيب من السفراء السفير الأمريكي السفير البريطاني وغيرهم وهناك ربما أيضا ما سيطرح بمداخلة مارتين جريفث أو إحاطته في الغد في مجلس الأمن كيف ترى هذا الموقف الغربي من إنعقاد جلسة البرلمان غير العتيادية؟ أنا فيعتقد أن هناك أشياء أخرى تطبخ وراء الكواليس يعني هذا لم تأتي نتيجة فقط لمجرد أنها يعني سعارة الشرعية أنا فيعتقد أن هناك أهداف لا يعرف الشعب اليمني ولا يعرف الشارع اليمني وهي ربما تكون سيئة للشعب اليمني ربما في هناك حديث أنه في حالة توفي الرئيس هادي يقوم بنيابته الرئيس المجلس الأمن أيضا هي خطوة أخرى يعني أنا أعتقد من أهم انعقاد خطوة أهمية انعقاد هذا المجلس في هذه اللحظة هو أن الحوثين يقومون بانتخابات في المناطق التي يسيطرون عليها ويحاولون انتزاع الشرعية من نجلس الأمن هل هذه الخطوة كانت قوية في سياق مواجهة هذه الخطوة الحوثية مسألة انعقاد البرلمان أنا في اعتقادي أنه سحب البصات كامل من تحت يحيى الراعي وأعضاء المجلس القابعين تحت سلطة الاحتلال الحوثية فالذلك أنا أعتقد أنه لدينا الآن عدد أعضاء كافية لانعقاد الجلسة في المناطق الجنوبية هناك الآن مجلس نواب شرعي السؤال هو الخطوات التالية الذي سيقوم به هذا المجلس ما هي رؤيته نحو الحرب تصحيح ما تقوم به الإمارات الفعودية في المناطق المحررة ما هو موقفه من الماليسية التي تقوم بها الإمارات في المناطق الجنوبية ما هو موقفه من السيادة الوطنية والسعادة الجزر اليمنية ما هو وضعية عدد يعني نظل أن تكون عدد تحت ماليسيات مسلحة أو مسيطرة عليها وهي ماليشيات تتبع دولة الإمارات يجب أن يكون هناك تقييم أيضاً مع العقل مع المملكة العربية والإمارات حتى ولو كنا في مأزق حقيقي وبحاجة إليهم لا يجب أن نسلم أوراقنا وسيادتنا وإنهاك حقنا في الحياة وإنتهاك أراضينا لمجرد أن يكون شركاء معهم لشيء لم يساعدوا به أساساً حوثيين مسيطرين عن المناطق لم يسيطرون عليها والتي يجد لديهم شعبية فيها ولذلك لم يخففوا من وجوده في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي الحوثي كان أصبح قوية كيف نعيد سعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثي كيف نتحر الحوثي هذا سعادة كبير إذا ظلت تحالف بالشكل هذا وهو سيعطل تحرير سيشتت اليمن سيدمر اليمن سيجعل الكائنة الإنسانية مستمرة ولذلك لن يكون لا معنى لا دولة ولا وحدة ولا انقصال ولا أي شيء وهذا مشكلة حقيقية يجب أن ينتبه لها هذا البرلمان المنعقاد الحالي أيضا هل البرلمان سيستمن بالإنعقاد المستمرة أنا في اعتقادي أنه كما ذكر سابقا أنا الذي يحمل مرتبان هل هي الجيش اليمني أم أنه القوات التابعة للإمارات السعودية إذا كانت القوات التابعة للسعودية والإمارات أنا في اعتقادي أن الوضع سيبقى كما هو سنوات القربعة الماضية كون التحالف السعودية الإمارات لهم عدة ليس لها صلاة بالشعب اليمني ومستقبل إعادة جمهوريته وحكومته هذا مسلم لكن إذا كان هناك مجلس الواب يؤمنون أنهم في خطة واحدة تعبد الجبهات على الجبهين الذين يعانون من الفقر والجوع والأرض يكون هنا جانبهم فيجب أن يكون لهم موقف حقيقي وأن يستمر عن السرعية وعن السعادة للأراضي سواء كان ذلك من خلال دحر الإقلابيين أو أيضا من خلال إنهاء سيئة التواجد التي تدعمها الإمارات والسعودية هناك موقف تاريخي يجب أن يكون واضح نحن أمام يعني تاريخ يجلس النواب يكون إلى جانب الشعب وأما يصبح يعني ديكورا يتبع للتحالف وهذا خطانا للسعادة اليمني هذا استمرار مجع استمرار للحرب تدمير اليمن وتشتر اليمن وانتهاك حقه بوحدته وسيادة على أشكرك إذن سيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي كنت معنا عبر السكايب من نيويورك ورحب بمن ينضم إلينا الآن من برلين المحلل السياسي دكتور علي العبسي أهلا بك دكتور علي إذن في هذا السياق جرسات البرلمان التي تعقد أو الأيام اليوم الثاني من جلسات البرلمان كيف ترى أو كيف تتابع هذا الإعقاد ما هي أبرز النقاط التي رصدتها بخصوص الجلسة الافتتاحية ومن ثم جلسة اليوم التي كانت بحضور رئيس الوزراء وقدم فيها التقرير المالي والحديث عن الموازنة بداية من العقاد المجلس النواب يجب أن يرى له بنو شيء إيجابي دولة تستعيد مؤسساتها حتى مع كل الملاحظات على هذه المؤسسات مع كل المثالب الموجودة في هذه المؤسسات ولكن نرى أن هناك دولة هناك دولة تستعيد مؤسساتها المؤسس المؤسس البرلمانية هي واحدة من أهم مؤسسات الدولة هناك لدينا سلطة تنفيذية ولدينا لدينا سلطة تشريعية الآن استعادة السلطة تشريعية هناك مسألة هامل للغاية نحن نستعيد شفل الدولة اليوم الأول الاجتماع طبعا تم بتوافق القوى السياسية وهذا شيء إيجابي للغاية أنه يتم التوافق وأعتقد هذا ما سيتم عليه أعمال مجلس النواب من الأيام القادمة والفترات القادمة اليوم طبعا مسألة قرارة الميزانية هي مسألة مكانة هامل للغاية ومسألة قانونية ودكتورية هامل للغاية ويظن وظائف المجلس النواب ووظائف السلطة التشريعية والرقابية على الأداء عداء الحكومة هناك دولة يتم عدد تشكيلها أو يتم استعادتها خطوة بخطوة هذا مسألة إيجابية ما سيتم في الفترة القادمة أعتقد سيتوقف كثيرا حول مدى تصو أعضاء المجلس النواب لدورهم يعني الآن مرتبط المسألة أكثر شيء بقرار أعضاء مجلس النواب أنفسهم وليس بقرار لا غيس هادي ولا حتى القوات السياسية أو القوات التحالف العربي نحن ننتظر من أعضاء مجلس النواب أن يقدر الغروة المرحلة وقتورة المرحلة ويقدر الغروة مهماتهم كأعضاء ومثير الشعب حتى لو كان هذا تمثيل ممتدا لأكثر من 16 عاما لكن هذا تمثيل هو هامل للغاية وأعتقد أنه شيء إيجابي جدا طيب في هذا السياق هناك مخاوف مطروحة بشكل واسع على الأقل فيما يتعلق بالنقاش حول هذه الجلسات فيما يتعلق بتمرير أمور قد لا تكون تتوافق مع مصالح العلية لليمنيين خاصة وهذا الوضع الصعب وهذا التعامل من قبل سواء الحكومة أو غيرها بهذه الطريقة مع التحالف العربي برأيك هل هذه المخاوف حول عمليات شرعنا معينة لأمور تمس اليمنيين بشكل عام مبررة؟ بطبيعة الحال أعتقد أنها مبررة لنتيجة لسلوك التحالف ليس لنتيجة لسلوك أعظامية نواب ولا لسلوك الحكومة اليمنية بقدر ما هو مبرر بطريقة سلوك التحالف العربي وذات الإمارات وأيضا السعودية بدرجة ما في اليمن هناك مخرف كبير هناك أطماع واضح للغاية السعود الإمارات يبدو أنها لا تخفي أبدا مطامحها ولا سياستها العدوانية ولا سياستها في تهميش الحكومة الشرعية اليمنية وفي دعم حركة انفصالية وميليشيات خارج منطاقة الدولة وخارج منطاقة القانون هي لا تخفي ذلك أبدا وهي تجاهر بمطامحها في الموانا اليمنية وفي جزيرة السقطرة وفي بقية بناتك كثيرة من اليمن حتى في حقول النفط وحقول الغاز في شبوة أيضا الحكومة السعودية تبدي مطامح أيضا أو هناك واضح جدا أن هناك محاولة سعودية لتثبيت نفوذها أو تثبيت وجودها العذكري في مناطق لا وجود إدباعي أبدا لوجودها في المهرة وفي مناطق أخرى هذا يبرد أيضا مخاوف في الشارع اليمن ويبرد أيضا مخاوف الكثير من المراقبين لكني لا أعتقد أيضا مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب للليمنيين سيسمحون لأي اتفاق من أي نوع بالمروش هذا الاتجاه لا أعتقد نعم نحن لدينا ملاحظات عليهم كثير منهم كانوا متهمين بالفساد كثير منهم كانوا متهمين بتغلب مصالح مصالح شخصية أو مصالح حزبهم أو مصالح من يدينون له بالولاء ولكن ذلك كان على المستوى المحلي لا أعتقد مهما بلغت بهذه النواب أنهم سيسمحون بما حلت شرعانة أي نوع من القيوك أو نوع أي نوع من النفوذ لهذه القوى في اليمن مهما كان أشكرك دكتور علي العبسي المحلل السياسي كنت معنا عبد الهاتف من برلين أشكر موصول لكم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختمة هذه الحلقة تقبلوا تحية وتحية طاقم العمل الفني والتحريري إلى الدرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة